مع جلح ترامي معالي الوزير وكادر الوزارة المحترمين كثيرين منهم أصحاب خبرة طويلة وبعض طويل في وزارة النفط والمفروض هاي الوزارة تكون وزارة مهنية وأيضا بجانب سياسي لأن أصلا ملف النفط هو ملف سياسي مو على مستوى العرق على مستوى الحالم هسا الدولة المنتجة ما تقدر تتحكم بالإنتاج بمزاجها أكو معايير دولية وأتفاقات دولية لأن بيجانب سياسي إذا وزارة النفط الاتحادية تريد تأسيش شركة نفط كردستان هاي الشركة وين تخلي مركز الشركة في بغداد في كاركوك وين سلطات الإقليم موجودة إذا سلطات الإقليم ما تقبل بهذا الشي تجيبها بالدبابات تخلي على الدبابة وتجيب الشركة يعني خلي نكون منطقيين حتى سيد رئيس الوزراء وحتى سيد إحسان في كثير من قضايا النفط كان هو يقولها يعترف أنه ما ممكن تطبيقه حاليا في قليم كردستان هذا الملف ملف سياسي